بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر فور بار سيرتين بار سبلايسز ايه المقصود بسبلايسز سبلايسز ان احنا بنوصل الاسياخ مع بعض ادي سيخ و ادي في سيخ تاني بنعمل لهم عملية وصل الوصل ده بنسميه اسبلايسز وامتى بنلجأ ليه في حالة اللونج سبانز بمعنى ايه انا عندي كاميرا الكاميرا ديت ساي اللي سبان بتاعها هو عبارة عن 20 متر انا السيخ عندي طوله 12 متر يبقى انا هحتاج جزء تاني من سيخ طيب هنوصلهم مع بعض ازاي ايه العملية دي اسمها السبلايس السبلايسز دوت الامة بطت او ويلدت بمعنى ايه السيخين اللي عندي يحصل بينهم عملية لحامة ويلدينج بس هو مشكلة الويندي ممكن يسبب stress concentration او mechanical connectors بمعنى في الحالة ديت ان انا ممكن استخدم مجموعة من الريفت او اللي اسبلايسز بنكمل مع بعض في type of splices في نوعين اللي هم بنسميهم ال contact و non contact splice طيب بالنسبة للsplice عندنا classification اللي هي A و B ايه امتى نقول عليها لو عندي الarea still provided مقسومة على الarea still required اكبر من او يساوي اتنين يعني مسافة الاتصال او اللي بيبقى فيها الarea still provided على الarea still required اكبر من او يساوي اتنين او نص or less في حالة ان total reinforcement is spliced يعني انا عندي 6 اسياخ لو فيه 3 اسياخ محصل لهم عملية اللي هو اللي يبقى في الحالة دي اسمها class A طيب class B splice بنقول لو انا عندي الشروط اللي هي بتاعة الحالة A مش موجودة يبقى في الحالة ديت انا شغال على class B طيب هيفرم معنا ايه class A او class B لا هيفرم معنا في الحسابات بعد كده لان فيه conditions تعتمد على هل هي case A او case B